ترجمة نانسي قنقر ونقر نشتغل عني مدة 6 سنين ونسيد الرئيس الرباط والعوغلة على واحد الجائزة الكبرى اللي هاد السنة ان شاء الله لديناها وكان واحد فرح كبير وهاد الجائزة طبعا هو تقليب اللي عطتنا واحد حافز جديد اللي غاضي ربما نشوفه تبعيد ورسمه واحد ودافة دماجة أبعاد ودافة دماجة جمعة من الديناميات اللي مرتبطة في ودافة دماجة ودافة دماجة مستعدة اللي هو الشعاب مؤسسة محدثة إذن هني أننا وشكرا للمشاهدة السيد الرئيس دائرة الوطر مؤسسة العامية صاحب الجلالة على إقليم الناظر السيد سادة عضاء المجلسيات الشرق السيد الرئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعب المحترم السادة رؤساء الجماعات الترابية للمحابيرون السادة مؤسسة لوسائل الإعلام أيها الحضور الكريم أود في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل البهيج وأعبر لكم عن بالغ سعادتي ونحن نحتفل جميعا بمناسبة اعتماد شارة أركمان شارة الجودة البيئية وحصولها على شارة الدولية اللواء الأزرق للمرة الحادية عشر على التوالي وكذا إحدى جوائز الساحل المستدام عن سنة 2022 المتبثلة في جائزة شواطئ نظيفة من بين أفضل سبعة شواطئ بالمملكة الشريفة هذا البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة بين واحد صعف هذا التتويج الذي نعتز ونبتخر به ما كان أن يحصل على استراتيجية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة الجليلة للاحسنا سفيرة الساحل والتي ترمي إلى الإعلام والتحسيس والتربية في المجال البيئة وإشراك الفائلين المحليين من أجل حاطة بالمشاريع البيئية وبرمجتها وإنجازها وفي هذا الإطار ومن أجل تفعيل الاتفاق ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعمالة إقليم النظر والمديرية العامة للجماعات الترابية يتم سنوياً إعداد مخطط العمل الذي يحدد مضمون الأعمال المتفق عليها بين الجماعة والشركاء ودور كل طرف في المجالات التالية إعداد البنيات الأساسية والتجهيزات وإقامتها تدبير الموقع الشاطئي سلامة رواد الشاطئ توعية المصطفين وتربيتهم في مجال حمية المئة والحفاظ عليه ولا يفوتنيب هذه المناسبة إلا أن أنوها من مجهودات الجفارة التي أطمرتها في التويج والتي بدلها ولا زال يدرها جميع شركاء الجماعة من سلطات محلية وإقليمية ومصالح خارجية وأعضاء المجتمع المدني وكذا مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة الشمو الملك الأميرة الجليلة للاحسنا إضافة إلى التعم المادي والمعنى والكبيرين للمستثبر الرسمي للجماعة مؤسسة البنك الشر وختام نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق المزيد وأن ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس ويقرع عينه بولي أهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاين حسن ويشد عضوه بشقيقه صاحب الجلالة صاحب السمو الملك الأمير مولاين رشيد ويحفظه في كفة حطاته الملكية الشريفة إنه سميع مجريب والسلام عليكم